أستاذة مي ما بتحضرش صلاة الفجر بس أنا يعني كلام الفقهاء اللي بنسمعه عنه على عدم وجود يعني لا ده فيه مش عارف صلاة إيه نحن صلاة الفجر والصبح من كونه يعني إنه عدم وجود فرق بين الفجر والصبح باعتبار كوني فردا الاختلاف ده أصلا مفيش هي صلاة الفجر هي صلاة الصبح أنا بوصفي ليها من جهة الأداء أو القضاء لكن هي تسمى صلاة الصبح وهي نفسها صلاة الفجر اللي اتنين اسم لهذا الفرد اللي وقته معلوم لغاية قبل الشروق من أول ما اسمع الأداء لغاية ما قبل الشروق أول ما الشروق يطلع وأنا حاجة صلي يبقى ده قضاء يبقى الأساس اللي انت يعملها انت يشغل نفسك بالإصطلاع لا أنا حصل هي تتسمى صلاة صبح ولا تتسمى صلاة فجر هما اللي اتنين نسمى لشيء واحد هي صلاة الصبح هي صلاة الفجر ووقتها معلوم من وقت ما يترفع الأزان إلى حين وقت الشروق فإذا دخل وقت الشروق وأنا حصل بعد الشروق وصفي إن أنا أقضي ولا أصليها أداء أصلي الصلاة قضاء ولا أصليها أداء أداء يعني على وقتها في وقتها من أول ما اسمع الأزان لغاية قبيل الشروق فإذا ما أشرق الشروق خلاص يبقى أنا صلاتي بعد كده أداء قلت بقى نويت ما نويت أنية محلها القلب يا أختنا الفاضلة طيب أنا عايزة بس أقول كمان على نقطة مهمة جدا اللي أنت بتتكلمي على أن أنا ما بحطش منبه لا الإنسان يسعى أن يحط منبه وأنه يركز خلاص إحنا شرحنا إيه القضية بتاعت إطلاق اللفظ ده على صلاة الصبح أو صلاة الفجر عند وقت يريد أن نتكلم في مسألة بقى أن أنا أدرك الصلاة أدرك وقت الصلاة قبل ما نام أنوي أن أنا عايزة أصلي الفجر وبرضو رعاية النوم بدري للحفاظ على أداء الصلاة يعني مقصد مهم صحيا مهم وإدراك الصلاة على وقتها مهم طب لا أنا ربما أسهر شوية ما فيش مانع أحط المنبه وأحضر النية بأن أنا عايزة أصلي الصلاة على وقتها اللي هي صلاة الفجر أنا عملت كل ده ورحت علي نومة أنا معزور في هذا الحال وقت ما أصحأ أصلي الفجر بس الوقت يضيق أننا نحكي لكم القصة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتهم صلاة الفجر وماذا صنع النبي إن شاء الله نقولها بتفصيل بإذنه وجوده إن شاء الله ربنا يبارك لنا في الوقت إن شاء الله فإنت دلوقتي خدت كل الأسباب دي وسعيت إلى هذا الأمر إن شاء الله أدرك الصلاة على وقتها